إذن مشاهدين مثل ما نعرف الزميل محمود حمدان الذي متواجد هنا في أروقة هذا المبنى الذي يحتضن حوار أبوظبي للفضاء الأول يرصد كل ما هو شارد ووارد من خلال تواجده ولقاءاته أيضا مع الضيوف ياسان دي دعونا ننتقل بكم أيضا إلى محمود حمدان تحية لكم مجددا من حوار أبوظبي للفضاء ونتابع مقابلاتنا مع المشاركين في هذا المنتدى ومع الآن الحديث عن مخرجات هذا المنتدى ما تمخض عليه اليوم الأول وما نستقبله في اليوم الثاني معنا سعادة إبراهيم القاسم نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أهلا وسهلا بك كيف مر اليوم الأول من عصف الأفكار العالمي هذا وهذه المنصة العالمية حوار أبوظبي للفضاء الحمد لله كان اليوم الأول من سبالنا ناجح جدا الحوار هذا مثل ما تعرفون يقام لأول مرة على مستوى العالم وأول منصة عالمية تجمع بين رؤساء دول وزراء العلوم والتكنولوجيا وزراء الدفاع وزراء الخارجية بالإضافة إلى اللاعبين الأساسيين اللي هم وكالات الراء والشركات الخاصة فمن يمكن الإيجابيات اللي تمسناها أمس في اليوم الأول يمكن هذا الحوار مدار بين هذه المستويات كانت كل فئة يمكن تتناقش في مجال الفضاء أو عفوا في مجالها ومحد يتكلم عن التحديات الكبيرة اللي بدأت تبرز الحين وأهمها طبعا استدامة بيئة الفضاء الخارجي يعني الآن نحن ونحن في اليوم الثاني الحوارات كثيرة ورش العمل كثيرة ولكن هل هناك تركيز على الأجيال القادمة كيف يمكن أن تستفيد من مخرجات هذا الحوار وخصوصا لأبناء الإمارات بلا شك طبعا الحوار هذا قائم حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة في النهاية متكلم عن استدامة بيئة الفضاء تاريخيا كان الإطلاق الإطلاق الأغمار الصناعية إلى مدارات حول الأرض خصوصا للمدارات الدونية صعب ومكلف ونحن اليوم في الزمن نزلت تكلفة الإطلاق من 100 ألف دولار و180 ألف دولار للكيلو إلى 3000 دولار للكيلو فأصبحت مدارات الأرض الدونية بمتناول كثير من الشركات وكثير من الحكومات وعلينا طبعا وضع نموذج مستدام بحيث أننا ما نلوث المدارات هذه ونستمر في طبعا بناء الإمكانيات هذه والقدرات الفضائية من غير يعطل مهمات فضائية مستقبلية سعادة إبراحيم القاسم نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات ونتمنى لكم النجاح في حوار أبوظبي للفضاء شكرا جزيلا ومن هنا من منصة حوار أبوظبي للفضاء هذه هي المنصة العالمية العصف للأفكار في مجال الفضاء نعود إليكم مجددا